البابونج زهرة الأقحوان أو الكامومي هذه هي كل الأسماء التي تتعرف بها الزهرة الصيفية التي نحن معروفة عندنا أننا نشربها عبارة عن شاي لعلاج الأرق القلق والطربة للنوم إلا أننا لا أعرف أنها تدخل في علاجات فهي من الأعشاب البسيطة والرخص التامل يمكن أن يلتج لها يكفي بأنني نقول لكم بأنها تعالج حلقية المعيدة والآلام التي تصب المعيدة تهدأ منها الناس يتعودوا بأنهم يشربوها للناس الذين عندهم الحلقية المعيدة عندهم آلام بعد المرس يتناولوها بانتدام بوحد الكيمية التي تكون بسيطة نشربوها البابونج تناول الطعام بطبيعة الحل الناس الذين لديهم الغازات يشربوها تخفف لهم من تكور الغازات الذين لديهم القلون العصابي تخفف من الظهور الأعراض القلون العصابي بالنسبة للأشخاص أنها كفية أن نقول لكم أنها كتخلص الجسم من ظهور أعراض الحساسية التي تصبب الناس في بداية فصل الرابع عدنا ثاني أنها كتعالج في الصدع النصفي إذا شربنا الشاي بطبيعة الحال أنها قبل من السبعة بطبيعة الحال عدنا بالنسبة للفتيات والسيدات اللي دائما عندهم أوجاع وأعراض في الفترة دية الدورة الشهرية أي الفترة دية الطمت كتجيهم واحد الأوجاع هو أنه شرب البابونج كي يساهم في التقلل من الإصابة بالتشنج العدالة وبالتالي استرخاء عدالة الرحم اللي كتأدي أنها هكا بأنها ما كتصبش في واحد الواجع بزر هدو هما كلهم أسباب مشاكل صحية كتساهم فيهم الشيء البابونج كيستاهم في العلاج ديسة وتخفيف منها هكا بأنه كيستاهم في علاج سعال السعال ونزلة البرد كذلك بالشكل سريع بامتياز وأنه كيقوي جهاز المناعة بفضل خواصه المضادة للبكسيرية هاتش كلها مشاكل صحية كيقضيع لها شيء البابونج لا ما نقفوش غير عليها كعندو تاني مزايا أخرى من ناحية الجامل فمن ناحية الجامل يكفي أن أنا نقول لكم على مستوى البشرة أنه بالنسبة للناس اللي عندهم الحبوب فهو من أفضل الماسكات للواحد يقدر يديرهم للقضاء على الحبوب وعلى الندوب ديالتها ليحتوي أعلى مضادات الأكسادة أنه كيفتح اللون ديالت البشرة كيطهر أماكن الجرح بطبيعة الحال الناس اللي عندهم الحبوب كيقا كيلعبوا بهم دائما فهو يا الماسكات ديالت البابونج كتتساهم في التخفيف ديالت السعال وأنها كتطهر للمكان ديالت الجرح وأنه كيجدد الخلايا ديالت البشرة وكيزين القشرة الميتة والجافة منها وبما أنها كتفتح اللون ديالت الجلد فحنايا كنسعملوها وبامتياز في علاج الهالة السوداء عبارة عن كمادات ديالت البابونج كنحطهم على المستوى ديالت العين ككل باش كيساهم بأنه يخفف من ديالت الظهور الهالات أو على شكل مكعبات للتلج كيخفف من تهيج ديالت الجلد كنديرو المسحوق ديالت البابونج كنخلطوه مع ماورد كنحطوه على المنطقة المصابق ديالتهم ومع المدة كتتخفف منها وكتتعالج بامتياز يكفي أنني نقول لكم لعلاج الشعر أنه كيزيد من لمعان الشعر اللي كنديرو على واحد شكل ديالت البابونج ككوكروشو على الشعر كيفتح اللون بالنسبة للناس اللي بغيين فتحوا اللون ديالت شعر ديته اللون الأشقر كيقضي على قشرة الشعر وهو من اللي كنخدو المسحوق وكنخلطوه مع البيكربونات السوداء وكنديروه مع الماء كنرشوه ديالتهم في البلاسة في الفروة ديالت الرأس باش أنها كتحدد لنا ذاك المستوى ديالت البابونج يعني كيكون محايد وبالتالي بأنه كيمنع من تكون ديت القشرة وكييعالج الفروة ديت الشعر بامتياز يعني هادوه امتيازات كتيرة كتيرة لواحد العشبة اللي عندنا في جميع البويس وعند العطارين بامتياز ورخيصة في الثمن علش اللي علش من السفدوش منها من ناحية الجمالية والصحية كذلك نتمنى بأن الفيديو يكون أعجبكم خفيف الضريف و جميل نحن 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 نح